تأتي بهم الحرب من مناطق مختلفة يجتمعون في الصحراء ويحتاجون إلى كل شيء فقد تركوا خلفهم منازلهم وكل ممتلكاتهم طلبا للنجاح ومن هنا يوجهون مناشداتهم ومن النادر أن تسمع خرجنا نازحين من برب وقسف الحوثيين على منازلنا وعلى أطفالنا وعلى النساء ونحن الآن نازحين في الصحراء نجد لا بيوت ولا مأوى ولا شيء نرجع إليه أجبرت ميليشيا الحوثي عشرات الأسر على النزح قصرا من منازلها في مديرية حيران بمحافظة حجة تلك المنازل التي لم يعرف هؤلاء الصغار غيرها ولم يتوقعوا أن يأتي يوما تطلب الميليشيات منهم أن يغادرها إلى صحراء لم يعهدوا مجرد السير على رمالها لكنها اليوم مأواهم وتقول المعلومات الواردة من هناك إن ميليشيات الحوثي سبق وأن اتخذت من أهالي قرية السادة دروعا بشرية وقد حاول سكان القرية البقاء في بيوتهم قبل أن يجبروا على الخروج بعد أن أصابت قذائف الهون خمسة من الأطفال الذين حملوا فيما بعد إلى مناطق بعيدة بحثا عن العلاج وإلى هذه الصحراء أيضا كان قد سبقهم بالوصول سكان الدريهمي وغيرها ولن يتوقف الهروب إلى هنا إلا بتوقف الحرب وانتهاء المعركة